السلام اخوان مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم القناة مصطفى باز القناة التي تشعر بالاستعداد المباراة التعليم اول مرة تتفرج فيها من السجد ترعب ونفعل جراز بشكل جديد ترجموشي كومنتر بشكل جديد افضل كان عندك شي سأقول لش موضوع بين دولي خليل اخوان اخوان بعد حلقة الاولى دعونا فعل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وتعدين حلقتنا اليوم هو قانون الاطار 1751 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الحلقة اليوم نقدم لكم فواحد الملخص مركز بجميع المعلومات التي يجب أن يحاطها فيما يتعلق بقانون الاطار 1751 كذلك تبقى الفيديو من الأول إلى الأخر وفي الأخير أتلقى رأسك بجميع المعلومات بدأوا على بركتك منخص قانون الاطار 1751 أول حاجة بدوا هي بنية قانون الاطار قانون الاطار يتكون من 10 أبواب 59 مادة لإشارة فقط فيما يتعلق بمادة كانت حالة هذه سبعة وخمسين تزادوا الجماوات لهم من المستجداج ونركزوا عنهم في هذا الفيديو ولا يتحطى فيهم أسئلات السنة لأنهم مستجداج إلا تزادوا كانت سبعة وخمسين ولا تسعدوا خمسين كما نرى هنا قبل أن تزادوا الجماوات كما نرى عشرات أبواب سبعة وخمسين مادة وهذا قبل التعديل أما بعد التعديل هنا سنضع المستجداد السابق من المستجدات التي رؤ BOC أبوا العصير ستغير نظام التربية و التكوين تقسيم نظام التربية و التكوين فيahaha قطاع التربية و التكوين والتعليم والتكوين و انتعلم عاشي قطاع التربية و التعليم والتكوين الآخر جميع من مجموعين نظام التكوين هناك قطاع التربية والتكوين والتكوين نظام أو التكوين كهذا تحتكم على برام الجهادية وبشراء برامج التربية أن يجب مع محاربة الاميا ومؤسسة للبحث العلمي والتقني نظامي هو الذي يقامه لها و Reichواني له miljور القاعدة من الشمال التعليم مدرسي عالي تعليم أولي ما بين 4 سنوات و 6 سنوات وبعد تعميمه سيفتح فوج الأطفال البالغين 3 سنوات ما هذا كان يخصك؟ 6 سنوات يدخل المدرسة بين 4 سنوات و 6 سنوات يدخل المدرسة ومن بعد سيفتح ثلاث سنوات تعليم تعليم ايدا تعليم 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 وأنا لاحظ هنا تقسيم تعليم بسلكي كما هو معمول به سابقا وأصبح الحديث عن الإيدادي دون تسمية تسميته بالتانوي ما هذا كان تسمى؟ تانوي إيدادي دابا أم لا؟ إيدادي التعليم أولي وابتدائي وشكلان معا سلك التعليم ابتدائي ما هذا كان التعليم أولي فجماترنال كوماترنال بوحده ابتدائي بوحده الأول الثالث يسمى سلك التعليم ابتدائي في أجل ثلاث سنوات من ثلاث سنوات ربط تعليم ابتدائي بتعليم إيدادي في إطار سلك التعليم إلزامي ما هذا كان الدراسة الإلزامية؟ أما تسمى إلزامية إدماج بين التعليم مدرسية والتكوين خلال إحداث مصار لتعليم إيدادي ما هذا يمكنك التكوين من تسعة ومصارات ومسائلات ومسائلات من إعداد قدرات الشابة التعليم التعليم يعتبر الطفل بالغة إذا بلغ 4 سنوات إلى 16 سنة هذا التعليم إلزامي ومن ثلاث سنة 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 إلزامية التعليم أولي بين 4 سنوات سيفتح في وجه الأطفال البالغين 3 سنوات أداء أسرة الميسورة التي واجبها في التعليم ثم التأهيد من القدام والتي تخلص التعليم عليه والتأهيد بالنسبة للأسرة تنويع وتعدد فرقاء والشركاء في تدبير وتمويل نظام التربية والتكوين إعطاء مفهوم جديد لمجموعة منصطلحات التربية كتب متعلم منظر المادة التانية ولا أدف ما تعلق بمادة التانية كونولوجيا القانون الإطار قانون الإطار كيف الشجم؟ إجابة رؤية استراتيجية 2015 إعداد الرؤية الاستراتيجية من طرق مجلس آلة التربية والتكوين 20 مايال 2015 تقديم الرؤية الاستراتيجية للملك الذي وجه رئيس الحكومة إلى سياغة في مشروع قانون الإطار ويحدد رؤية الإصلاح على المدى البعيد 4 يناير 2018 مصدقة المجلس الحكومي على المشروع 20 مايال 2018 مصدقة المجلس وجائي على المشروع ويحدد رؤية 2018 إحالة المشروع على مجلس النواب 22 يولو 2019 مصدقة برنامج على المشروع 9 مايال 2019 نشر قانون الإطار في الجريدة الرسمية لتطبق قانون خاصة تنشر في الجريدة الرسمية مايال تطبيقها نحن أعطي قراءة الشوضيحية قانون الإطار من حيث اسم قانون قانون الإطار رقم 17.51 متعلق لمنظومة التربية والتغويل البحثين تاريخ مصادقة عالية تسولك أسئلة عقلة لها دولة الدولة بدأها ضرورة عقلة تاريخ مصادقة عالية في المجلس سويداني 20 غسط 2018 تاريخ نشرين في الجريدة الرسمية 19 غسط 2019 مايال تسولك قانون الإطار يبدو أن يزيد حيث يوجد أخرى مصادقة نشر في الجريدة الرسمية لكي ترى مايال مكوناتك يتكون عشرة أبواب التي تطبيقها ومعام إخالي سياقه جاء تنفيذ التعليمات الملكية موجه للحكومة في 20 مايال 2015 من أجل سياها الإصلاح في إطار شعاقدي وطني من خلال إنتماع قانون إطار يحدد رؤية على المدى الباية قاموا بإطار الباب الأول كما قلنا تكون عشر أبوات باب أول أحكام عامة يتحدث عن أحكام عامة يشطرح مصطلحات وردة في قانون الإطار تناوب لغوي إنصاف تكاوب الفراس الإطار المرجعي للإشهاد أطفال في وضعيات خاصة تصديق على مكتسبات ميانية وحرافيق متعلم والتعلم مدى الحياة ومسروع المؤسسة والسلك المدين هذه مصطلحات اللي جاءت جديدة في قانون الإطار لماذا تشرحها؟ لأنه يجيقرر تنعرف ماذا تنعني وماذا تنعني باللغة عوية ماذا تقصدنا به فقانون باب ثاني مبدأ منظوم التربية تكونوا بحكة العلمة وهدافه هو ضاعفه جاء المتعلم متشبهة بروح انتماء الوطن ومتشبه برموزية ومتشبه بقيام مواطنة كساب متعلم مع عراج وكفاية لازمة تعليم تعليم وفرص إلزامية لجميع أطفال في سنة مدراس تنمية القدرات الذاتية لمتعلمين وصق الحس لديهم وتفعيل التكاء ترامحوري الإبداع والفكر تنمية قدرات متعلم على التواصل وانفتاع على مختلف التقافات لقدروا يسولوك أجف الباب ثاني من القانون الإطار لقدروا يمكنهم تعدش الباب ثاني من قانون الإطار على مبادئ منظومة التربية تكون البحث العلمي وهدافه وضائفه ومنها يكساب تطيع شيء جميع أمتي لأولاد ولو تكون عاطيك تدير ختيار سن its nieuwe قانون إطار مكونات Principe ومكونات تربية وتتكوين البحث عمي قطع التربية وتعليم وتتكوين النظامي ف پديم التعليم آسل وتتكوين المأالي وتعليم عتق وتعليم بعيد ثاني أو قطع التربية وتتكوين النظام غير النظامي بالمحاربة الأمية تتربية غير النظامية وبرامج ومخشصة لتعليم أبناء جالية المغرب نستعبوا علي المتكونات المنظومة مانون çık� الباب الرابع الولوج الى منظومة التربية والتكوين والبحث الهلمي وآلية الاستفادة من خدماتها يعتبر لجوء التعليم مدرسي من قبل جميع اطفال مزيما للدولة والأسفة يليجو الطفل المدرسي ده بلغ من الاربع السنوات الى تمام ست عشر سنة باب الخامس مناعج والبرامج والتكوينات من عجل البلوغ اتاق متوخات تولى السلطة الحكومية المانية العمل على تجديد وملاعمة المناعج والبرامج والتكوينات والمقاربات البداغوجية أصدر على تنفيذ مضامين الهندسة اللغوية المعجمدة تطوير موارد وصائد العملية التعليمية مراجعة نظام التوجير المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي إصلاح نظام التقييم والإمتحانات والإشارة باب السادس الموارد البشرية إعداد دلاء المرجعية الوظائف والكفاءات تعتمد لإسناد مسؤولية التربية العلمية والإدارية تقييم أداء وترقية المهنية تأهيل وتنمية قدرات الأطول العامة بمختلف مكونات منظوم التربية والتكوين تجد التكوين المستمر الزامير وضع من عناصر تقييم أداء وترقي المهنية ندوى على الموارد البشرية كيفية إدارتها بالنسبة للأساس إداء والأطول الإدارية وغيرها الباب السابع مبادئ وقواعد حكامة منظوم التربية تكوين البحلي تفعيل سياسة لا مركزية ولا تمرقز في تدوير المنظومة على المستوى الترابي ناتي دويو كانت أطول تنتميه الدولة أما الآن ولد الأكاديمية اللي تدير يا جديدة نحن هلو ولو داب أساسي دات أطول الأكاديميات داب حاليا ولأساسي دات تعاب إعداد هنكلت بنيات المنظومة على المستوى التنظيمي بما يلعن مهام جديدة نقل الصلاحية لازمة لتسيير مرافق المنظومة كانت صلاحية عد وزارة لبلد الأكاديمية تحويل وسائل طرورية التي تتمكن منظومة مراسة صلاحيتها تزيد استقلالية الفعلية للجامعات أكاديمية الجاوية للتربية والتكوين كانت الجامعات الأكاديمية التابعة للدولة المدابة التي مستقلة وهي تدير نفسها قانون إطال باب التعمل مجاني التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية التكوين البحثين تمويل تعليم دمان مجاني التعليم أمومي في جميع أسلاكي وتخصصاتي الباب التالسي قبل الأخير تقديم منظومة التربية التكوين البحث العلمي وإجراء مواكبة لدامة الجودة إخضاء منظومة التربية التكوين البحث العلمي لنظام خاص للتبع والتقييم مراجعة نصوص تشريه وتنظيمي المنظمة لمهام التقييم ودع إطار مرجعي للجودة يتميده كأساس لعداد دلائل مرجعية لمليار الجودة تقويم داخلي تنتجه السلطة الحكومية المكلفة بتربية التكوين البحث العلمي تقويم خارجي يقوم في مجلس أهل التربية التكوين البحث هذه الأعليات التتبع وتقييم تشوي ما جديد مزيان أو للنفس وما هي الرؤية الستراتيجية غادر تبلغ الأهداف التي كانت تقضية عدلها والقانون إطار مغاية تنظيم تطبيع حد تنظيم جديد للمنظمة التالي الباب العاصر وآخر أحكام انتقالية وشير إحداث لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة وتتطلئ للمهام التالي حصر الإجراءات وتدابيع اللازمة إتخاذها يستطيع قانون إطار مواكبة وتتبع إذا المشاريع منصوص تشريعي والتنظيمي تتبع تنفيذ أهداف منصوص عليها في قانون إطار بشي تحقق القانون إطار درجة أحد الأحكام ودرجة أحد اللجان اللي غا تتبع حصر إجراءات ومشاريع للدرج والدرج والأهداف اللي قد سيرت الأمد شو وصلوا لها بشو وصلوا لأهداف بعيدة الأمد عندما كان في الباب العاشر والأخير هذه هي الحلقة جميل أمور متعلقة بطانون إطار 17.50 ملخصة جميل الأشياء التي يجب عليكم عرفها نقول لكم أن تركزوا على الجماعات التي تزادوا جديد ضرر راح تطفن أسئلة هاي الكلام لأنها تكون كل باب على الشي تتكلم الأمور وما تتعطوكم اختيارات تحققوا لغ يدوخوكم يجب أن تركز أي حاجة في التواريخ والأرقاء يجب أن تركز على أغلبية تضعوا فيها أسئلة والأخوان إذا كانت منكم في التقوم لا أعجبكم في فيديو وما تبخلوه شنينة بجيم وش كومنتر وإنكنا لديك السؤال لشي موضوعين دولي حاجة مفهمتها تخليها في كومنتر وإذا كانت من نسبة الحلقة تتلقوا في الحلقة القادمة إن شاء الله مع حلقة جديدة في علوم التربية أرمعكم أستاذ مصطفى رومي من قناة ومن قناة مصطفى بيس لا تنسى أن تابعنا لكي يوصلوا لكم الجديد إلى اللقاء في حلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة